ناس بدأت تخلط مع بين المؤثرين ومع بين المشاهير هل هم المشاهير وهم المؤثرين؟ لا طبعاً المشهور أي إنسان يقدر يصير مشهور الشهرة جداً بسيطة وجداً سهلة أي أحد ممكن يسوي حتى لو يعني حركة مش أوكي حركة غبية حركة يسوي من حياته سيرك جداً من ناس هذا رح يصبح مشهور خلال ثواني رح ينتشر يعني تنتشر سناباته تنتشر فيديوهاته فالشهرة مو شي صعب إن الواحد يحصل عليه التأثير على الآخرين والتأثير على قراراتهم التأثير على حياتهم قاعدين يشوف إنه في ناس تصطع ويعلى صوتها وتصبح حديث المجتمع بالزين أو بالشين وبعدها تختفي فجأة فقاعة تكون فقاعة فقاعة طبعاً الشين يكون فقاعة ويختفي الناس يعني تتفرج عليه فترة والزين إذا ما حصل الدعم وما قدر أنه يكمل في المحتوى الإبداعي في الإثارة والتفاعل مع الجمهور أيضاً رح يختفي نوعاً ما في دول ما عندهم ترى ناس مبدعة ومع ذلك قاعدين يصنعون مؤثرين ويبرزونهم ويحطونهم في المهرجانات الدولية ويعني إبارزون ويتسابقون باسم دولتهم ويفوزون ويكون فيه دعم كامل دعم مادي ودعم إعلامي ودعم سياسي على جميع المستويات لذلك أنا أقول لابد أن يكون هناك رؤية إعلامية مخطط لها مسبقاً تدعم صناعة الهوية الوطنية عن طريق وهذه أحد النقاط فقط صناعة المؤثرين